السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد سبحان من يرى مكاننا سبحان من يسمع كلامنا سبحان من يجيب دعاءنا سبحان من يغفر زلاتنا سبحان الله العظيم سبحان الله الحليم سبحان الله الكريم سبحان الله الغفور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من أسعد وأشقى يا من أوجد وأبلى يا من رفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجر الأنهار وكور الليل والنهار يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيى الضمائر والأفكار اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تستر عبادك المؤمنين اللهم استرنا واستر الجميع بسترك العظيم اللهم لا تفضح أحدا في أمره فإنك تعلم وحدك أسرار خلقك إنك على كل شيء قدير ولا يعزب عن علمك شيء اللهم يا رحمن يا رحيم إنك قد أعميت عيون المشركين عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار فاعمي عيون الناس عن رؤية عيوب الناس اللهم يا رب اعمي عيون الناس عن رؤية عيوب الناس واستر المخطئين ولا تفضحهم يوم الدين فإنك أنت الستار فاستر على جميع عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا من أظهر الجميل وسطر القبيح يا من لا يواخد بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى يا كريم الصفحي يا عظيم المن يا ربنا وسيدنا نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تفرج قروب عبادك المؤمنين اللهم ثرج قروبنا اللهم واقضي حوائجنا اللهم واغفر ذنوبنا اللهم واستر عيوبنا وتب علينا وعافنا واعفو عنا نسألك اللهم أن تصلح أمرنا وتصلح بالنا وتصلح أهلنا ودريتنا اللهم أطل أعمارنا وأحسن عاقبتنا وارحمنا برحمتك الواسعة واغننا برحمتك عن من سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله يا الله يا فارج الهم فرج ما أبليت به عبادك المؤمنين اللهم يا رب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم اكشف العذاب عن عبادك المؤمنين اللهم إن نسألك في هذه الليلة وفي هذه الساعة أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اطرد الحزن عنا وأزل الهم عنا وأذهب عن نفوسنا القلق نعود بك يا رحمن من الخوف إلا منك ونعود من الركون إلا إليك ونعود يا رب من التوكل إلا عليك ونعود يا رب من السؤال إلا لك ونعود يا رب من الاستعانة إلا بك أنت ولينا وأنت مولانا وأنت نعم المولى ونعم النصير يا مسبب الأسباب اللهم يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا واغننا بفضلك عم من سواك آمين آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان من يرى مكاننا سبحان من يسمع كلامنا سبحان من يجيب دعاءنا سبحان من يغفر زلاتنا سبحان الله العظيم سبحان الله الحليم سبحان الله الكريم سبحان الله الغفور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من أسعد وأشقى يا من أوجد وأبلى يا من رفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجر الأنهار وكور الليل والنهار يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيى الضمائر والأفكار اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تستر عبادك المؤمنين اللهم استرنا واستر الجميع بسترك العظيم اللهم لتفضح أحدا في أمره فإنك تعلم وحدك أسرار خلقك إنك على كل شيء قدير ولا يعزب عن علمك شيء اللهم يا رحمن يا رحيم إنك قد أعميت عيون المشركين عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار فاعمي عيون الناس عن رؤية عيوب الناس اللهم يا رب اعمي عيون الناس عن رؤية عيوب الناس واستر المخطئين ولا تفضحهم يوم الدين فإنك أنت الستار فاستر على جميع عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا من أظهر الجميل وسطر القبيح يا من لا يواخد بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى يا كريم الصفحي يا عظيم المن يا ربنا وسيدنا نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تفرج قروب عبادك المؤمنين اللهم ثرج قروبنا اللهم واقضي حوائجنا اللهم واغفر ذنوبنا اللهم واستر عيوبنا وتب علينا وعافنا واعفو عنا نسألك اللهم أن تصلح أمرنا وتصلح بالنا وتصلح أهلنا ودريتنا اللهم أطل أعمارنا وأحسن عاقبتنا وارحمنا برحمتك الواسعة واغننا برحمتك عن من سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله يا الله يا فارج الهم فرج ما أبليت به عبادك المؤمنين اللهم يا رب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم اكشف العذاب عن عبادك المؤمنين اللهم إن نسألك في هذه الليلة وفي هذه الساعة أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اطرد الحزن عنا وأزل الهم عنا وأذهب عن نفوسنا القلق نعود بك يا رحمن من الخوف إلا منك ونعود من الركون إلا إليك ونعود يا رب من التوكل إلا عليك ونعود يا رب من السؤال إلا لك ونعود يا رب من الاستعانة إلا بك أنت ولينا وأنت مولانا وأنت نعم المولى ونعم النصير يا مسبب الأسباب اللهم يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا واغننا بفضلك عم من سواك آمين آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة شكرا